وعليكم رحمة الله تعالى وبركاته على جميع الطلبات الجدد اللي كي شاهدونا في هاد الفيديو وصباح الخير إن كان صباحا ومساء الخير إن كان مساء هاد الفيديو كي جنبا جوج دي الفيديوهات اللي كنترس في السلسلة دي اللافاك أو السلسلة دي الحياة الجامعية الطالب المبتدي أو لا الطالب اللي عنده أول سنة في اللافاك الأسان في جميع الشعب سواء الأذبية سواء الإلمية أنا أعطيكم توجيه دي الدراسة دي لكم الفيديو اللي أول كنا تكلمنا فيه علشنو هي لافاك علشنو نخسر لافاك النوعية دي الطالبة اللي كيني في لافاك طالبة اللي اختاروا لافاك عن اقتناع طالبة اللي غير خلوا لافاك كآخر اختيار مويم أدرنا على بزاف دي الحواج في الفيديو اللي أول جينا في الفيديو الثاني دوينا على التوجيه قلنا سيدي كيفاش نختار الشعبة ديالي وش غادي نختار الشعبة اللي أنا كنبغي فقط وللشعبة اللي دي جانا كنت كان جي فيها دي بون نوت مثلا فالباك في سيزيان في السنكيام وللشعبة اللي يسألني سوق العمل بإمكان كنك ترجع وتشوف لي فيديو الأخرين وتكمل معنا باش نمشوا بسلاسة ومشوا بخطوة بخطوة لأن في هاد الحلقة هدي أنا هتروع له هالحاجة مهمة جدا واللي هي نظام طرصة في الجامعة وش الجامعة هي اللي سي واش طريقة المراجعة اللي كي نفل فاك هي الطريقة المراجعة اللي ممكن أنني ندير في الباك ولا في سيزيان في سيزيان في سنكيام ولا كتخسلف واش المسيحانات كي كونوا في حل ليسي يعني في حل دكشي اللي تعودنا لي كتقرع واحد جبنس دو موة تخوة موة كتدوزة كنترول وش هكا دير القرية ولا كتخسلف خليكم معي واللي باقي ما شاف لي فيديو الأخرين يمشي يشوفهم هنا غادي ناخد واحد تلاستة واني والاربع هي أنك لازم تشاركت فيديو مع أصدقائك وإلى جسم من فضلك ديرنا لايك وابعونا باش الفيديو يطلع عند الأشخاص الآخرين اللي حتى هما يقدروا يكونوا في حالك ويقدروا يكونوا عارفين ما يديروا وأول سنة عندهم باش هما يستفدوا ونعطيهم معلومة جديدة يلا خليكم معي إذا نبدأوا على بركة الله نظام الدراسة في الجامعة ما عندو حتى علاقة بنيظام الدراسة في تانوي بحيث أنه نظام الدراسة في الجامعة كيعتمد على نظام أو لا ما يستطلح عليه بالسيستام موديولار يعني كل سنة كتتكون مجوش ديال الدورة الأولى والدورة الثانية كما كنعرفوه جميعا بمعنى أن السنة الأولى فيها دورة أولى الدورة الخريفية والدورة الثانية اللي كنسميها بالدورة الرابعية أو نقول أس دوس أول وأس دوس تاني اللي بغيتي أس آن و أس دو أس جاية وكل دورك تكون مجحل من سبعة هذه الوحدات هذه الوحدات في فرنسي هما ليموديل يعني كل دورة فيها سبعة ليموديل يعني العام كامل في 14 موديل وكي تجيب واحد المعدال في ذاك الموديل خصك تجيب واحد نقطة اللي هي العتبة اللي هي واحد نقطة اللي ما تكونش قلة من 10 مزيان إذن نعطي واحد المثال موديل جبتي فيه 8 موديل الثاني جبتي فيه 10 والموديل الثل جبتي فيه 12 والرابع جبتي فيه 10 الخامس عشر الست عشر سبع عشر هنا أنت كتكون دخلتي الدورة الأولى أي الأس آن كلهم الأهم أنهم لجمع سبع موديلات يكون المجموع ماشي قليل من سبعين نقطة كذلك يمكن شرطة أخر أن الموديلات ما يكونش موديل فيهم قل من 5 لأن في هذا الحالة ما يمكنش أنك مثلا واحد الموديل جبتي فيه 14 واحد جبتي فيه 4 أنك تدري المكاملة بيناتهم يعني ما يمكنش خصوص ضروري يكون واحد الموديل فوق 5 وذيك السعب يمكنك أنك تدري المكاملة مثلا جبتي في واحد الموديل 4 والأخر 16 واحد 15 وليم أرى 15 16 10 12 نجمع الناس 8 وثمانين نقطة فوق 70 نقطة ولا أن الموديل الأولى ركش متيفي غير ربعة يعني ما يمكنكش أنك تدري المكاملة وكتكون هنا ما دخلتيش الدورة الأولى وكتعاود آآ الدورة وماشي كتعاود الدورة أسيفه إنما كتتعتبر أنك نجحتي في ستاد الموديلات والموديل السابع يبقى لك العام الجي هنا يجب أنك تعرفوا على الحاجة مهمة جدا لأن ندخل معكم في أداب وهي أن الموديل التي تقرأ هذه الموديل مثلا في الدورة الأولى لا تقرأ فيهم امتحانات وكتقرأ مثلا الشهور الأولى وغادي يدوز مثلا الفرد لا لا يجب أن تقرأ كل شي حسن التالي وكتقرأ موديل وكتقرأ فيهم كلهم متحان وكتقرأ المتحان إذا أردت نقطة منزيرة حسن التسعود يكون لديك حق أنك تقرأ الراتراباج والراتراباج تقرأ إذا أردت في الراتراباج واحدة النقطة لأقل من السبعة سوف الموديل لا تحسب لك أنك نجحتي فيه وكتقرأ الثاني العام إذا الموديل الذي نجحه نجحه فيه متحان واحد في العام في الدورة ويكون في التالي ديال الدورة يعني لا يمكن أن نجحه في 3 المتحان في الدورة أو لا شيء في حال لا كل موديل عنده متحان واحد في الدورة ويصد دراك إلي قدر الله نجحة واحدة ما يجيب إذا النظام المراجعة الإخوة أنا أقول لكم أحلى دراك مهمة جدا واللي أن الدراسة تبدأ من الأول يعني أول ما تبدأ في المواضيل وقبل ما تبدأ عندك المواضيل ستبدأ مثلا نهار اثنين نهار السبب ستوجد ستقرأ في الدار لكي تتعمر الفاجاوات مثلا تقرأ 30% الدرس في القسم ستتعمر العسيف من القسم لانفي ستتقرأ 50% 80% وأترجع للدر وأترجع 20% وأنت وقفتي 100% أو مثلا دورة ويأتي وقت الإخوة يأتي 1-15 اليوم سيما لا أترجع وليس أن أترجع للسيوم أو أن فصل العام وأترجع ضروري تبقى لكي تذكر لكي تذكر ذاك المعلومات إذن الحاجة الثانية اللي نقدر نقول لكم هي أن الجامعة صعيبة الجامعة صعيبة بزاف كالكي حسب له الجامعة سهلة وفيها صافي هادي وهادي لا الجامعة صعيبة فهي على المطن كتقرأ الدروس مثلا أنت كتقرأ القانون كتقرأ القانون على المطن كتقرأ قانون الحياس يعني كتتقرأ كيفا تعمل على رأس كيفاش تقدر أنك تدافع على رأس كيفاش كيفاش يعني فيها بزاف الحواج تعلم أنك ستعرف أنك ستبدأ تأخذ طبيس كل صباح ستبقى تمشي ستبقى ستبقى في الريستون تعمل العدب أنك ستوصل بكري لكي تشد لما قائد الأولى لأنك لكي تستيبعيد لكي تستيبعيد لكي تستيبعيد ما غادي تسمع ستبقى حاجة البوفات مخصصة لأكل فقط إلاك أنت غادي تمشي تأكل وترجع في حالك مزيان ولا إني لكن أنت ستبقى لتما وسبق مع ذلك الناس في حال stand up ولا من عرف كي هذه البلاصة مخصصة لأحد الناس يظهروا في المواهيد لهم يظهروا المواهيد والتقاس الغيطار والغناء تا 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 إذن غيب لما ستبقى كان واحد الشعاب وشعاب لما نخوف منهم لهم مثلا الماط الماط أبلي ماشي ما تابليك لإصحاب أنك تأخذ الإجازة في ثلاث سنة واخذك تقاتل لتأخذ الإجازة في ثلاث سنة وحل الجملة ستبقى تسمعها طيل السنة والتي هي تحية نضالية هذه من الملومات المهمة جدا كذلك عند انتهاء من كل حصة ستلقى واحد معركة في حال المعارك التي كان يزوجها لدي زمان لك لك تركف الطوبيس وترجع لداركم يوم النتائج ستتحول كل إلى قسم مستعجلات و صافي كل شيء يطيع كل شيء يتغمع علي مستعجلات وبطبيق الحال ستتحول ساحة المصارع الحرة صفوف الضكور لانهم ستقول كل شيء يريد يشوف نقط و كده إذا ما نخل لكم شراء شيء غير مزاح و كانت من الجميع أنه يكون استفاد من المعلومات ولو غيب شوية لأنني صراحة متعبة هذ الأيام ما كان قدرش نتكلم زيان شكرا بزاف لمتابعة والسلام عليكم وما تنساش أنك تنشر الفيديو بين صحابك في الجروبة دي القراءة باش تعمل فائدة بين جميع إن شاء الله